اشتركوا في القناة كنتم نسوق اليكم تحايا عطرات وامان النظرات وامالا غير عاطلات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على رسولنا الامين محمد من عبد الله وعلى آله وصحبه اجمعين صلاة دائمة الى يوم الدين وبعد حلقة جديدة من برنامجكم رأيو الغلابة ما عايز نتحدث كثير في هذه الحلقة هي من رحيق اكتوبر نريد ان نتحدث فيها وانا الحقيقة لدي فيديوهين استصحبتون يعني اللي اتنين في حدود اربع دقائق بس في معلومات قلناها قبل كده ونؤكد الان مرة ثانية والاشخاص كلهم احياء ممكن ان يقدموا الى المحاكمة ان كانت هذه الاخطاء موجودة ربما يرى البعض انه هذه الحلقة يعني خارج السياق العامة اللي احنا الان بنتكلم فيه لكن انا لا ارى ذلك وهذا ليس فرضا لطبيعة بث الحلقات لكن على الاقل ولو من بوابة يعني الذكرى تنفع المؤمن قامت حرب هذه الحرب لديها اسباب هذه الاسباب خفية لدى البعض معروفة لدى البعض البعض شيطن البعض واشياء كثيرة من هذا القبيل لكن شمس الحقيقة لا بد ان تظهر في يوم من الايام اي واحد عنده كلام غير اللي حيسم عدى يقول لنا بس يكون مؤكد حتى نستطيع ان نجل الحقيقة الى المواطن السوداني والمواطن السودانية اللي عانوا معاناة كبيرة جدا خلال هذه الهرب تعالوا نسمع اخونا خالد عمر بيقول شنو عن شيء هو يحضره وقبل بداية الحرب اخونا نسكول عنه في خلال المرحلة الانتقالية حدث ان اتصلت قيادة القوات المسلحة بالحكومة المدنية الانتقالية وقالت لها انه والله موضوع الدعم السريع نحن رأينا انه يتم التخلص منه بالسلاح وانه نحن في ستة شهور في ستة ساعات بس بننتهي موضوع الدعم السريع وردنا اخونا لا ستة ساعات ولا ستة شهور ولا ستة سنين حرب جديد لو بدت في النهاية ستودي للبلد لما لا تحمل عقبال وضعية الدعم السريع ووضعية شائعة لا يمكن ان يكون هناك اكثر من جيش في الوطن واحد ويجب ان يكون الجيش خاضع للسلطة المدنية لكن الكلام ده ما بيتم الوصول له بالذهاب للحرب وعشان كده من التوترات الحصلت الكبيرة واللي كانت خلاص على شف الحفر الانتودي للحرب كان في ستة الفين و واحد عشرين وانا برضو القصة دي بحكيها لأول مرة وانا حاضرة وشاهد عليها واخرين شاهدين عليها في شهر ستة نفسه لما كان برضو ارتفع حد التوتر بين الجيش والدعم السريع لحد غير مسبوق نذاك رئيس الوزراء دكتور عبدالله حبدوق دعا لمحاولات تهدئة بيناتهم الاثنين واتصل بكل طرف فيهم على حدة وعلى أساس ان يجمع بيناتهم في اجتماء عشان ما يودوا البلد ليحارب وقد كان ان الاتماع انعقد في بيت الدكتور عبدالله حمدوق في شهر يونيو 2021 وانا واحد من الناس كانوا حضور عليه وكان في مواجهة وكان في آخرين حاضرين الاتماع وكان في مواجهة غاية في الحدة كان في مواجهة غاية في الحدة بين حميدتيو عبدالرحيم من جهة وبين البرهان من جهة الثانية وعلى ذاك حميدتيو عبدالرحيم واجهه برهان بعدد من الاتهامات انه هو عنده ارتباط بالكيزان وانه هو عمل وعمل 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 حاجات الكثيرة وكان هدف من عرض المسألة ديها قدام المدنيين انه والله طالما المدنيين هم السبت لهم انه والله الجيش أو خيات الجيش عنده ارتباط بالمؤتمر الوطني ولا غير معناها المدنيين يتواجدوا الصايد بتاع الدعم السريع ضد الجيش وده ما حصل وما حيحصل اصلا يعني عشان كده الموقف اللي تقال آنذاك في الاتماع ده اغضب حماية نفسه لانه نحن قلنا والله نحن لا مع الجيش ضد الدعم السريع ولا مع الدعم السريع ضد الجيش يعني وانه بنفتكر انه الوضع الحالي هو محصب خطايا واخطاء الجميع مشاركين فيها الجيش مشارك فيها القوة المدنية مشاركة فيها وراينا انه الحل مش انه المدنيين انحازوا للدعم السريع ضد الجيش ولا انه المدنيين انحازوا للجيش ضد الدعم السريع ولا انه الجيش والدعم السريع يودوا البلد لمعركة الحل هو عن طريق المراجعة بتاعت القضايا الأساسية جائبها الطراق وضيع عشان الناس يجاوزوا وقد كان النتيجة كانت هي مبادرة رئيس رقم واحد اللي يفترض التعامل معها هي قضية التعدد الجيش في السودان وانه بدون التعامل والتعاطي مع القضية دي مش ما حيكون في تحول مدني ديمقراطي بس لا ما حيكون في سودان موحد اصلا ما حيكون في سودان موحد اصلا اللي هي في الوثيقة الدستورية النقطة اصروا عليها العساكر ورفضوا انه يتنازلوا عنها ولا ملي هي مسألة انه مدنيين غير منتخبين ما بيشرفوا على المؤسس العسكرية مش كده وورهان طوالي قام بيقول الكلام ده نبعد نكرر ونقول الكلام ده ومبارح انا قلته وكل يوم هنقوله نحن هذه القوات امرها في رغبتنا نحن مسؤولين منها كلنا لو ما يجينا الجهة المأمونة والسودانيين اتخبوا عليها او جابنا الانتخابة نحن في الفترة دي كل ما حدث داخل المؤسسة العسكرية تم بإشراف مباشرة لغيادة الغوات المسلحة من زيادة عدد التجميد للدعم السريع من التسليح ليو والكلام نزعته مع الناس شفوه دعليه مش كده الدعم السريع التخرييات اللي بالعلاق كان بيعمل دي كان بيعمل بيحضر غيادة الغوات المسلحة مش كما كان بيعمل في السرق كل ما الناس اتكلموا هو نحن نزيد زيادة نزيد رجال نزيد تسليح نزيد تدريب خاص اظن وليس كل الظنئث انه كلام الرجل ده واضح جدا في الفيديوهين وكلام محسوب وعدد بعض الاحداث التي حدست وكيف تم التعامل معها ومنوا قال شنو وقالوا كيف وهم كان ردهم شنو طيب انا لا اريد ان ابرئ ساحة احد و ما بقول والله ما نقل نانو ان احنا ما سمعنا من الجانب الاخر الا ما سمعناه سابقا ولكن ليس ردا على هذه المقولة فاحنا محتاجين نسمع الجانب الاخر لكن كمان العقل يميز دان احنا الان امامنا شخص لا زال قلع قيد الحياة معاصر لهذا الحدث كان رجلا مسؤولا في ذلك الوقت في مكتب رئيس الوزراء رئيس الوزراء السابق لا دال موجودا موجودا هذه الفانية وموجود ويمكن سؤاله الرئيس المجلس السيادي كان موجودا الناس قاعدون مع بعض ورون العمل المشاكل لمن عشان نشوف نحن الشعب السوداني كله تعيه مش الشعب السوداني العالم كله تعيه ما عارف الناس دي مشكلتها مع بعض يعني مثلا ممكن الواحد يقول والله مثلا مصر تبحث عن امنها الاستراتيجي كاد لها اطماع في السودان وتريد التخلص من عرب كاد مش عارف جنوب الامور واضحة بالنسبة للناس الخارجيين لكن نحن جوه السودان اللي قاعدين نتقاتل ونموت ونصح وننزح وننزح وكده ما عارفين بالضبط القصة دي سبب اشنو اها في النهاية بعد ما عملوا الحريب دي وصلنا لشنو غير انه البلد تدمرت يعني بانه البلد كانت ممكن تشين نفس الفكرة دي انها كانت ممكن تشين ايام جنوب السودان موجود معانا يعني كان ممكن تشين يعني يعني ما في حاجة بتمنع انها تشين يعني لكن في ناس ربنا كده خلقهم الناس بتاع انه يعملوا مشاكل يعني ما وصلنا للحالة اللي احنا وصلنا لها دا انا ما حتكلم كتير في الفيديو دا ومس مستغرب يعني كل ما تجين معلومة او حديث لشخص عايش هذه الامور بعيدا من انه الحديث نفسه صحيح ولا ما صحيح ممكن يكون الاستاذ خالد عمر يعني كل كلامه خاطئ لكن ما خاطئ يجي من يحاسب الزلد كان مسؤول كان جزء من الحكومة اذا كلامه خطأ ومضلل ومدلس طوال يقوم ويحاكم ان شاء الله يحاكم غيبيا بعدين لما نجي راجع البلد ولا تبض ينتب الانتربول ولا بتاعه هنا يدخ الانتربول ان شاء الله علقو اا في اي ساري من سواري البرك اركب طيارة ورمي من فوق دي ما مشكلتنا مشكلتنا انه كان جزء من المطبخ السياسي الموجود و قال الكلام ده في اشخاص موجودة الكلام ده ما قالوا في اشخاص ماتت عشان يقولوا والله ان احنا ديل في المقابر حنشوف كل الناس ديل موجودين طبعا ما عدا اهل البرزخ لكن اتوا قدتوا اهل البرزخ موجودين اهو مادام موجودين جيبوه اسألهم يعني عشان نمتهي من وقولوا ما فيه نوع من السزاجة يعني ولا في نوع من تصطيح الامر الرجل ده بيقول الكلام ده في السوشال ميديا السوشال ميديا دي عند محكمة مجتمعية الناس هس قال كثير من الناس بعض شيطان القحت بتقول قحت دي ما دير الناس ما في مشكلة لكن هم كانوا جزء من اللعبة لازم نسألهم هم كان ذات يعني مساهمتهم شنو في وصول الحرب دي بعدين نجيب الراجعين ثاني نصالح ما كيكل ده صالح نا واس كيكل ذات وقال يقول انه قال الجزيرة بعد كيكل اللي كان بيقتل في الناس وبيقف في الإعلام ونشوفه ويقول والله الفلول وغيره بتاع كيكل ده قال الجزيرة بعد 72 ساعة حضن ضف ما من الدعم السريع من المجرمين فده كيكل فما دعم هناك احتمالية للمصالحة حتكون في يعني حق الاحتمالية دي يعني نوسع معه شوية وعاي زول عايز يخش في المسألة دي ما يخش يعني لكن كمان عايز نعرف الحقيقة ما يخش عشان يدي السلق الصيار يعني ما يشترو بكون انه يعرف جزء من المعلومات يعني اي زول يقول المعلومات اللي عنده ونعمل لكم محاكمة مجتمعية سيب كم من القضاء ده والبتاع ده بعدين القضاء ياخذ مجرعه لما ني وقت القضاء يعني لكن هس نعمل لكم محاكمة ما كلكم ساهمتم الزول الكام في الحكومة المدنية الزول الكام في الحكومة العسكرية الزول الكام في اي حاجة مشارك بشكل وباخر في النهاية وصلتونا لهذا الموضوع يعني الحرب وبقينا ناس مشردين وقعدين في العالم ده كله من هنا وهناك وكذا عايزين نشوف حل هذه القضية كيف نحل الزول اتهم عديل الناس وقال اليوم يا جماعة احنا تساعة ما سريع ده ستة ساعات بننتهي منه وكان في حديث زي ده في ستة ساعات اول ما قامت الحرب قال الحرب بتاخد ستة ساعة بعدين قبقت اتناشر ساعة يعني المصطلح اللي تم استخدامه موجود اصلا كان ولذلك انا ما شايد في مشكلة في انه نقيف ونبعد هو كيكل بقى واحد من الان الابطال بتاع اننا يعني يعني احنا نسوما الناس كلهم تبقى ابطال ما عايز اطيل عليكم لكن مستغرب يعني كل سنة انتم طيبين بمناسبة ال 21 من اكتوبر تحياتي وإلى لقاء قريب ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة